يمكن من اول يوم كانت الناس بصراحة يعني في السفارة والقصلية كل الناس تحت امر النادي الاهلي ووفروا كل حاجة للنادي الاهلي وطبعا يمكن احنا ما بنتكلم على المباراة بنتكلم على مباراة من ذهاب وعودة مباراة ذهاب وعودة ان انت ازاي في خلال ال 180 دقيقة ان انت تقدر ان انت تتأهل للمباراة النهائية المباراة النهائية اللي من شأنها بتضيف نجمة للنادي الاهلي النجمة رقم 12 واللي بيسعى لها النادي الاهلي كلنا طبعا اتكلمنا وقلنا ان النادي الاهلي يمكن اليومين 3 اللي فاتوا طبعا اما بتبقى طالع وخسران مباراة قمة طبعا الموضوع ده ممكن يأثر شوية في النفسية ويوي مع فرق كتير ولكن مع النادي الاهلي الكلام ده طبعا ما بيحصلش لان طبعا يمكن النادي الاهلي اللعيبة طول عمرها تاخد كل مباراة بذاته وخصوصا ان دي كمان بطولة تانية ومختلفة وطبعا كل بيسعى لحفاظ على البطولة الافريقية النادي الاهلي كل الناس بترشحه كمرشح اول بالنسبة للاربع فرق رغم ان الاربع فرق اللي وصلوا كلهم فرق تاريخ كبير وكلها فرق قدرت انها تحصل على البطولة الافريقية دوري ابطال افريقيا قبل كده ولكن طبعا النادي الاهلي للزعامة للريادة انت بتتكلم فيه 11 بطولة وان شاء الله البطولة دي تبقى رقم 12 دكتور اشرف صبحي وزير الشباب الرياضة برضو يمكن اتصل بالبعثة واتصل بالدكتور محمد شوقي رئيس البعثة وطمن على البعثة ويمكن يتكلم وبرضو قال ان كلنا ثقة وهو كل ثقة كوزارة في ان النادي الاهلي حيعمل جيم كبير ويرفع رأسنا ان شاء الله ويقدر ان هو يقدم جيم كويس فيه الزهاب يساعده كتير في مباراة الايام وطبعا ان الدكتور اشرف صبحي في نفس الوقت طبعا اثناء على مجهودات السفارة المجهودات المبزولة علشان البعثة تلاقي كل راحة وارتياح خصوصا النهاردة يمكن بعد طبعا التدخل وما حصلش اللي حصل امبارح في التدريب يعني امبارح النادي الاهلي عمل تدريبة النهاردة النادي الاهلي عمل تدريبة امبارح كان يمكن فيه مشاكل البعثة الاوتوبيس اتأخر من الفندق رايح للتدريب الشوارع زحمة مفيش بعثة لتأمين فيش امن لتأمين البعثة حتى الوصول للملعب الزحمة فبالتالي النادي الاهلي اتأخر بشكل واضح على معد التدريب ولكن طبعا بعد ما الناس اتدخلت وتكلموا الكلام ده كله طبعا النهاردة الامور مشيت بشكل كويس وبشكل سلس